اهلا بك يا جماعة في فيديو جديد معاكم كريم مكد من قناة تكنولوجي نيوز اعلنت وان بلاس انها هتنزل التلفزيون زاجي في 2019 وتسربت ثور بيقال انها للوان بلاس سيكسي تي تم تأجيل نزول الـ RTX 2080 Ti لمدة اسبوع من 20 سبتمبر الى 27 سبتمبر موقع جير بيست بيقول ان الـ Asus R و G Phone هيكون متوفر ما بين 22 و 24 اكتوبر الشعب تقول ان النوكيا 9 تم تأجيله لـ 2019 نزول صور للنوكيا 7.1 بلاس بيشاشة فيها ناتش وكاميرا خلفية مزدوجة بعدسات من كارل زايس نزول صورة جديدة بيقول انها للبيكسل سري والبيكسل سري XL نزول صور بيقول انها للجوجل بيكسل بوك 2 نزول صور للجوجل هوم هاب وده جهاز شبيه باللينوفو سمارت ديس بلاي والامازون ايكو شو فيه شاشة 7 انش لكن مفهوش كاميرا وفي دهره فيه مفتاح بيفتح ويقفل المايكروفونات وحيكون متوفر في لونين تشاك وشاركول وسعره متوقع يكون 150 دولار وحيتم الاعلان عنه مع البيكسل سري والبيكسل سري XL اعلنت واوي انها هتنزل موبايل قابل للطاي السنة الجاية هيكون فيه شاشة كبيرة لدرجة ان الجهاز ممكن يستبدل البي سي وانه هيدعم الـ 5G نزول صور جديدة للواوي ميت 20 برو ونزلت صور للواوي فري باتز 2 برو ودي سماعات لاسلكية شبيهة بالاير باتز بتتشحن اما تتحط في الكيس الكيس دي ممكن تشحنها لاسلكيا في 3 ساعات عن طريق انك تحطها على الميت 20 برو او على شاحن لاسلكي الكيس برضو فيها منفذ USB-C للشحن لو عايز تشحنها بسلك عادي وساعتها هتشحنها في ساعتين والبطارية في السماعات بتستمر لـ 3 ساعات واما تحطها في الكيس البطارية بتبقى اكتر من 20 ساعة والبطارية بتستمر لـ 15 ساعة في وضع الـ Standby وبتدعم البلوتوث 5.0 والـ High Resolution Audio وتقدر تفاعل بيها الجوجل أسيستنت وتستخدم البوند كوندكشن والزكاية الاصطناعي عشان تفرق ما بين صوت الشخص اللي لابسها وما بين الأصوات التانية كل سماعة وزنها 4.1 جرام وأبعادها 43 في 18.6 مليمتر وسعرها ممكن يكون ما بين 150 و 160 يورو وحيكون فيهم إلغاء للضجيب نزول الصور بيقول إنها للشاحن من واوي قوته 40 واط نزول تحديث للجالاكسي نوت 9 بيديك الاختيار إنك تفاعل بيكسبي عن طريق إنك تدوس مرة أو مرتين على زرار بيكسبي الشعب بتقول إن سامسونج حتنزل 4 نسخ من الجالاكسي S10 كل النسخة هيكون فيها معالج سناب دراجون أو إكسنوس الأول والتاني هما Beyond Zero و Beyond One والتالت هو Beyond Two من غير 5G والرابع هو Beyond Two مع 5G أعلنت سامسونج عن الجالاكسي A7 الجديد فيه ثلاث كاميرات خلفية الأول 24 ميجا بيكسل بفاتحة عدسة 1.7 اللي بتدمج أربع بيكسلات مع بعض لإنتاج صور أفضل في الإضاءة الضعيفة الثانية 8 ميجا بيكسل بعدسة عريضة 120 درجة بفاتحة عدسة 2.4 والتالتة 5 ميجا بيكسل بفاتحة عدسة 2.2 بيتم استخدامها في ميزة Live Focus وكاميرا أمامها 24 ميجا بيكسل بفاتحة عدسة 2.0 مع فلاش مع ميزة سيلفي فوكس وبرو لايتينج وAR إيموجي وسين أوبتمايزر بشاشة Infinity Display Super AMOLED 6 إنش بدقة 2220 في 1080 بكسافة بيكسلات 411 بيكسل لكل إنش بمعالج سوماني النواة بسرعة 2.2 جيجا هيرتز مش معروف اسمه وبطارية 3300 ميلي أمبير وفي منه 3 نسخ الأولى برامات 4 جيجا وزاكرة داخلية 64 جيجا والتانية برامات 4 جيجا وزاكرة داخلية 128 جيجا والتالتة برامات 6 جيجا وزاكرة داخلية 128 جيجا وفي منفذ زاكرة Micro SD لحد 512 جيجا وبيدعم دول بأتموس عن طريق سماعات الأزن أو سماعات الرأس بس لكن مش في السماعات بتاعت الموبايل وفيه قارق بصمة في زرار الطاقة في الجانب اليمين من الجهاز تحت زرار الصوت ودهره مصنوع من الإزاز وفيه مساعد بيكسبي لكن من غير بيكسبي فويس ومفهوش زرار لتفعيل بيكسبي وفيه منفذ Micro USB وشغاله على أندرويد أوريو 8.0 وحيكون متوفر في أربع ألوان الأزرق والإسود والدهبي والوردي ووزنه 168 جرام بسماكة 7.5 ملي متر وسعره 350 يورو وحيكون متوفر في أوروبا وأسيا في الخريف وفي دول تانية بعدين أعلنت سوني عن نسخة مزغرة من البلاي ستيشن 1 اسمها البلاي ستيشن كلاسيك أصغر 45% من البلاي ستيشن 1 فيه منفذ HDMI ومنفذ USB للطاقة لكن لازم تجيب لي باور أدابتر وبيجي معايا 2 كنترولر و20 لعبة وسعره 100 دولار وحيكون متوفر يوم 3 ديسمبر لو عجبك الفيديو ده اكتب كومنت وعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان تجوف فيديوهات زي دي ودوس على الجرس عشان يجيلك تنبيه أول منازل فيديوهات جديدة وعمل شير للفيديو ده مع أصحابك تأكد انك تستخدم اللينك بتاعي اللي في ديسكريبشن لما تشتري من سوق دوتكم لو عايز تدعم القناة ده لان سوق دوتكم بيديني نسبة صغيرة من المبلغ اللي دفعته عشان أنا اللي بعدتك تشتري من عندهم أشوفكم في الفيديو جاي سلام